عزيزات التلميذات أعزاء التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأينا في الحصة السابقة الحصة السادسة التوالد عند النباتات اللا زهرية بالضبط عند التحالب في هذه الحصة السابعة سنتترك كذلك إلى التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية لكن عند النباتات اللا زهرية لكن عند السرخصيات والحززيات كما رأينا في السابق نباتات اللا زهرية تتكون من بعض الأنواع أو بعض المجموعات النباتية التي تشكل نباتات زهرية هناك التحالب السرخص والحززيات إذن تطرقنا في الحصة السابقة للتوالد الجنسي عند التحالب إذن في هذه الحصة ان شاء الله سنتطرق إلى التوالد الجنسي عند السرخص والحززيات إذن سنبدأ كما تشاهدون هنا للتذكير في هذه الحصة السابعة سيتم التطرق إلى التوالد عند السرخصيات والحززيات إذن سنبدأ بدراسة التوالي الجنسي عند السرخصيات إذن من طبيعة الحال السرخصيات هي عبارة كما لاحظنا من خلال الصورة نباتات يخضورية وتنتشر في الكثير من مناطق العالم باستثناء المناطق الججافة إذن هي نباتات محبة للرطبة يتكون جهازها النباتي من جذور وساق وأوراق باستثناء بعض الأنواع الأولية وكمثال الذي سنتطرق إليه وهو الخنشار إذن بالنسبة للخنشار فهو ينمو في الأماكن الرطبة والمضللة تحت الأشجار أو الصخور ويتكون جهازه النباتي من جذور يعني ساق تح أرضي تنبتق من هذا الجذور أوراق مفسصة بواسطة سويقة ومجموعة من الجذور العرضية أو العرضية تثبته بالتربة ويوجد على شكلين كما سوف نرى من خلال الصورة نبات بوغي ونبات مشيجي إذن هنا لدينا صورة لنبات السرخص كما نلاحظ فهو يتشكل من جذور وللإشارة في هذا الجذور فهو عبارة عن ساق تح أرضي يعني تتشكل انطلاقا من الجذور أوراق إذن هذه عبارة عن أوراق مفسصة وليست ساق هنا إذن هنا نسمي بالسويقة وكذلك انطلاقا من الجذور تخرج جذور عرضية أو عرضية إذن ما يثير انتباهنا هنا أن على الوجه السفلي للأوراق آآ السرخص نلاحظ وجود مجموعة من النقاط التي هي عبارة كما سنرى عبارة عن أكياس بوغية إذن هنا جهاز التوالد عند الخنشار كما قلنا فهو يتكون من نبات بوغي يشكل لنا أبواغ إذن هنا صورة للنبات الخنشار كما تم التطرق إلى ذلك هناك جذمور ثم جذور متبتة على الجذمور ثم أوراق مفسصة هنا أوراق في بداية تشكلها وهنا أوراق ناضجة إذن عندما تنضج هذه الأوراق إذن هنا نبات بوغي للخنشار عندما تنضج هذه الأوراق وفي فترة التوالد نلاحظ تشكل على الوجه السفلي إذن في الوجه السفلي للورقة مجموعة من الأكياس البوغية إذن إذا تأملنا جيداً بعد تكبير هذه الأكياس البوغية إذن قمنا بتكبير مئة مرة فنلاحظ بوسطة المجهر أن هذه الأكياس البوغية تحرر أبواغ وهي أحادية الصغة السفرية إذن هنا لدينا كيس بوغي ملاحظ بوسطة المجهر الضوئي إذن كل كيس بوغي يتضمن إذن هنا كيس بوغي يتضمن عدة خلايا أم للأبواغ تنائية الصغة السفرية عند النج تتعرض الخلايا الأم تنائية الصغة السفرية إلى انقسام اختزالي فنحصل على أربعة أبواغ وحادية الصغة السفرية إذن الآن سنقوم بدراسة النبات المشيجي وتشكل الأمشاش إذن تنتشر الأبواغ بوسطة الرياح وبعد سقوطها على التربة وحين تتوفر الظروف الملائمة تنبت الأبواغ تنبت الأبواغ التي تعطي وريقة دقيقة خضراء ذاتية التغذية كما نلاحظ هنا تدعى بالمشيرة إذن المشيرة هي حصيلة نمو البوغ إذن لملاحظة هذه الملاحظة تمت بعدات كبير المشيرة خمسين مرة إذن هنا نبات مشيجي الذي يدعى بالمشيرة وهنا رسم تخطيطي لهذه المشيرة إذن نلاحظ على مستوى هذه المشيرة وجود جذور ثم أعضاء كما نلاحظها هنا سيتم التعرف عليها غير الإشارة في بعض الحالات نلاحظ المشيرة مع أثار أو البوغ يعني يكون لازال مرتبطا ما يحيب أن هذه المشيرة فهي تنتج عن التطور البوغ وبالتالي يمكن القول بأن المشيرة فهي أحادية الصيغة الصبغية إذن عندما نتأمل هذه الأعضاء الموجودة في الوجهة السفلي للمشيرة ونقوم بإنجاز نقوم بإنجاز مقاطع بوسطة المجهر الضوئي إذن هنا لدينا السلم كما تلاحظون يعني ملاحظة مجهرية نلاحظ أن إحدى هذه الأعضاء فهي عبارة عن مئبريات ويوجد بداخلها حيية مئبري وبالتالي فهي عبارة عن أعضاء توالد ذكرية بالنسبة للأعضاء الأخرى عند ملاحظتها بوسطة المجهر نلاحظ أنها تتكون من حاملة البويضة وداخل هذه الحاملة البويضة نجد بويضة غير ملقحة وبالتالي فهي أعضاء توالدية أنثوية وهكذا فإن في الوجه السفلي للمشيرة نجد أعضاء توالدية ذكرية وأعضاء توالدية أنثوية إذن تحمل المشيرة في وجه السفلي الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية وتسمى الأعضاء الذكرية بالمئبريات كما نلاحظ هنا وتحتوي أثناء نطجها على عدة حييات مئبريات تتحرك بوسطة عدة أصوات وتدعى الأعضاء الأنتوية حاملات الأمشاج تحتوي أثناء نطجها على بويضة غير ملقحة كبيرة الحجم وغير متحركة إذن بعد التعرف على الأعضاء التوالدية أو أعضاء التوالد الذكرية والأنثوية تأتي مرحلة الإخصاب التي يتم خلالها التقاء المشيج الذكري والأنثوي إذن هنا لدينا الوثقة التي من خلالها سندرس ظاهرة الإخصاب عند الخنشار إذن الدراسة أو قراءة الوثقة ستبدأ من اليمين إذن هنا نلاحظ مشيرة أحادية الصغة الصبغية في وجهها السفلي نجد مئبريات من الجهة المحادية لما كان إنبات البوغ إذن هناك مئبريات تحرر حييات مئبريات أحادية الصغة الصبغية تتنقل عند وجود قطرات الماء تتنقل بوسطة الصوت لتنتقل إلى حاملة الأمشاج حيث تلتقي بالبيضة غير المخصبة فتتشكل لنا بيضة ثنائية الصغة أو ثنائية الصغة الصبغية هذا البيضة تتكاثر بفضل عدة انقسامات غير مباشرة فتكون لنا كتلة خلوية تتفرق لتعطينا صرخص فتي يكون متطفلا على في البداية يكون متطفلا على المشيرة لكن بعد نضج الصرخص يصبح مستقلا حيث تتشكل أوراق يغضورية تقوم بعملية التركيب الضوئي وبالتالي يصبح نبات الصرخص الناضج مستقلا عن النبات أو عن المشيرة التي يمكن اعتبارها نبات مشيجي لماذا؟ لأنه ينتج الأمشاج الذكرية أو يتوفر على الأعضاء الذكرية والأنثوية التي تنتج الأمشاج الذكرية والأنثوية إذن كخلاصة يمكن أن نقول عند توفر الظروف الملائمة خصوصا توفر الماء وبعد تحرير المئبريات للحيات المئبرية كما نلاحظ هنا تسبح هذه الأخيرة لتصل إلى حاملة الأمشاج وتخترق عنقها وذلك مطبع الحال بفضل الأصوات التي تتوفر عليها الحيات المئبرية يعمل حي مئبري واحد على إخصاب البويضة غير الملقحة إذن هنا السام يشير إلى التقاء أو تنقل الحي المئبري نحو البويضة غير الملقحة فنحصل على بيضة ثنائية الصيغة الصبغية التي تتعرض لعدة انقسامات غير مباشرة ونحصل على كتلة خلوية تعطي جنين كما تلاحظون يعيشوا متطفلاً على المشيرة ثم يتحول إلى نبتة خضراء مستقلة تنمو لتعطي نباتة بوغية ثنائي الصيغة الصبغية حالة الآن سنتطرق إلى حالة الحزازيات إذن الحزازيات في مراحل النموية تقريباً مشابهة للخنشار مع بعض الفرق أو الفرق الطفيفة إذن هنا لدينا الحزازيات هي عبارة عن نباتات صغيرة كما نراحل على الصورة توجد في أماكن متعددة شريطاً طبع الحال توفر الرطبة حيث لا يمكن أن تتواجد في الأوساط الجفة يمكن أن نجدها في الطربة في المستنقعات على الجدران ثم على الصخور إذن كما قلت إلا أن النمو دي لا يتطلب الرطبة والمناخ المعتدين لكنها تتميز بقدرة كبيرة على تحمل الظروف الطبيعية غير الملائمة بحيث تدخل في حياة بطئة إذن هنا نلاحظ نباتات الحزازيات إذن وجود كما قلنا نوعين نباتين أو نباتين نبات مشيجي ونبات بوغي كما سنلاحظ بعد لحظة إذن سنأخذ كمثال كسبارت ألبير الجبلية إذن هذا النبات يعيش في الطربة الرطبة كما تلاحظون هنا ويوجد على شكلين إذن نبات مشيجي كما نلاحظ هنا نبات مشيجي يخضوري إذن فهو مستقل إذن يتكون جهازه النباتي من وبر جذري وصاق وأوراق صغيرة وهي يخضورية وفي نهايته توجد أعضاء التوالد ذكرية أو أنثوية إذن هنا لدينا نبات مشيجي في الجزء العلوي من هذا النبات نلاحظ أعضاء ذكرية وبالتالي فهذا عبارة عن نبات مشيجي ذكرية هنا نلاحظ نبات مشيجي أنثوي إذن بأعضاء النبات بأعضاء توالدية أو أنثوية وفي نهاية هذا النبات نلاحظ وجود نبات بوغي إذن نلاحظ بأن النبات البوغي يعيش متطفلا على النبات المشيجي الأنثوي ويحمل أكياس كما تلاحظون هنا تحرر أبوغ إذن فهي عبارة عن أكياس بوغية والأبوغ فهي أحادية الصغة الصبغية لماذا؟ لأنها تتشكل نتيجة الانقسام الاختزالي إذن على مستوى الأكياس البوغية تتشكل أو تخضع خلايا أم الأبوغ إلى انقسام اختزالي فتعطينا أبوغ أحادية الصغة الصبغية أعضاء التولد إذن هنا كخلاصة يمكن أن نقول أن أعضاء التولد نميز نوعين من أعضاء التولد هناك العضو الذكري كما نلاحظ ثم العضو الأنثوي إذن هنا مقاطع صورني مقاطع على مستوى الجزء العلوي للنبات المشيجي طبيعة الحال الذكري إذن في قمة النبات المشيجي الذكري إذن أنجزنا مقطع فنلاحظ أن في هذا الجزء العلوي يوجد عدة كما تشاهدون هنا عدة مئبريات هذه المئبريات تحرر لنا بعد النج حيات مئبريات وحادية الصغة الصبغية وهذه الحيات المئبريات فهي تتوفر على صوتين بالنسبة للعضو التولدي الأنثوي فعند إنجاز كذلك مقطع أن نلاحظ هنا تكبير 60 يعني أن الصورة تم تكبيرها 60 مرة عند إنجاز مقطع على مستوى المنطقة العلوية لنبات المشيجي الأنثوي فنلاحظ وجود حاملات الأمشاج إذن تبدو على شكل قنينة هنا إذن حاملات الأمشاج مع وجود زغب عقيم إذن يبدو جاليا داخل حاملات الأمشاج وجود بويايضة غير ملقحة إذن من خلال هذه الصور نلاحظ أن الجزء العلوي للنبات المشيجي الدكري يتوفر على مئبريات بياحيات مئبري أحدية الصغة الصبغية والجزء العلوي للنبات المشيجي الأنثوي يتوفر على حاملات الأمشاج تحتوي على كما نشاهد هنا على بويضات غير ملقحة ثنائية الصغة الصبغية إذن طبيعة الحال كخلاصة يمكن القول بأن كخلاصة تشكلت كل من مئبريات تشكلت كل من مئبريات انطلاقا من خلية أصلية وحادية الصغة الصبغية بعد تعرضها للتكاتر والنمو والتفريق وهي تحتوي على عدد كبير من الحيات المئبريات إذن هنا نلاحظ مئبريات لحزازية كاسبرت ألبير ملاحظة بالمجهر الضوئي إذن وبداخلها نلاحظ عدة حيات مئبريات هنا تمت كبير للحيات المئبريات إذن ملاحظة بالمجهر مع وجود طبيعة الحال صوتين كما نشاهد أو كما نلاحظ على مستوى الرسم التخطيطي إذن هنا الخلية الحيات المئبريات مع صوتين كما نلاحظ هنا الصوت الأول ثم الصوت الثاني إذن هنا صوتين وبداخل الحيي المئبري عفوا الحيي المئبري يوجد توجد نواة أحدية الصغة الصبغية بالنسبة لحاملات الأمشاش فهي تتكون انطلاقا من خلية كذلك خلية أصل أحدية الصغة خلية أصل تنائية الصغة الصبغية عفوا هنا خطأ فتتعرض ل انقسام إذن انطلاقا من خلية عفوا أحدية الصغة الصبغية نعم هذا صحيح لأن النبات الماشيجي هو أحدية الصغة الصبغية لأنه نتجا عن نمو بوغ أحدية الصغة الصبغية إذن منطقيا فحاملات الأمشاش ستنتج عن خلية أحدية الصغة الصبغية بعد تعرضها للتكاثر والنمو والتفريق وهي تحمل بويدة غير ملقحة إذن هذا يبدو جاليا في المقطع في الصورة للجزء العلوي للنبات الماشيجي إذن نلاحظ جاليا حاملات الأمشاش بداخلها بويدة غير ملقحة وهنا الرسم التفسيري لهذه الملاحظة حيث نلاحظ حاملات الأمشاش تتكون من قناة وعنق إذن هذه القناة هي مسؤولة عن نقل أو تنقل الحيوان أو الحيي المئبري وهنا في أسفل حاملات الأمشاش نجد بويدة غير ملقحة إذن طبعا الحال بعد تشكل الأمشاش الذكري أو الأنتوية ستحدث ظاهرة الإخصاب وتشكل البيضة إذن عندما تتوفر ظروف الملائمة خصوصا الماء وبعد تحرير المئبريات للحييات المئبرية تسبح هذه الأخيرة لتصل إلى حاملات الأمشاش وتخترق عنقها حيث يعمل حيي مئبري واحد على إخصاب البويضة غير الملقحة فنحصل على بيضة ثنائية الصغة السبغية تتعرض لانقسامات غير مباشرة لتعطي نبات بوغي ثنائي الصغة السبغية يعيش هذا النبات البوغي متطفلا على النبات المشيجي الأنثوي ويحمل في نهايته كيسا بوغيا يحرر أبواغا وحادية الصغة السبغية بعد تعرض خلايا لانقسام الاختزالي عند توفر الظروف المناخية الملائمة تنبت الأبواغ وتعطي خيوطا سرعان ما تتفرع مكونة نميصات بعض الفروع تتحول إلى براحيم والبعض الآخر يتحول إلى جديرات تتبت بالتربة وينتج عن إنبات الأبواغ نباتات مشيجية ذكرية وأنثوية إذن هنا نمو البوغ إذن البوغ في طور الإنبات يعطينا نميص ثم براحيم وبعد ذلك على مستوى هذا النميص تنمو النباتات المشيجية الذكرية والأنثوية وبهذا نكون قد أنهينا التوالد عند النباتات اللا زهرية على أمل أن نتطرق في الحصة القادمة إلى دورة النمو عند كل من النباتات الزهرية كاسيات وعارية البذور ثم النباتات اللا زهرية وبهذا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته